ارث الفساد الاقتصادي تسيد الانتخابات الايرانية ويهيمن على خطابات المرشحين ويؤثر على قرار الناخب الايراني في لعبة ديمقراطية شكلية باشراف خامنائه المنافسة تكاد تنحصر الان في التيار المحافظ فقط وتحديدا بين المحافظين المتشددين والمحافظين المعتدلين المتمثلين بالرئيس الحالي حسن روحاني المحافظون المتشددون وجه انتقادات لاذعة لروحاني بسبب تقاربه مع الغرب وما قالوا انها تنازلات قدمها بشأن الانشطة النووية لطهران وبالتالي الاتفاق النووي مع القوى الكبرى مقابل مزايا اقتصادية خطط لها روحاني لكنها لم تظهر لأسباب عدة في ديمقراطية المناظرات بصرعة تقليد الدول الغربية هذه السنة عبر المناظرات التلفزيونية لمرشحين رئاسة شن انصار خامنائي حربا عنيفة على روحاني استنادا على الفساد الاقتصادي المتغلغل في البلاد الا ان روحاني وانصاره يرون عدم التقدم اقتصاديا بهيمنة مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها المرشد على الاقتصاد بالاضافة الى تدخلات الحرس الثوري الجمهوري كل هذا بمباركة خامنائي بعيدا عن القضايا السياسية والعسكرية لا يجرؤ المرشحون المحافظون للرئاسة في ايران على الحديث الا عن الاقتصاد وكشف احصائيات فساد واختلاس وسرقات وبطالة فاقمت التفاوت الطبقي في ايران فيما يبدو ان لا تغييرا جذريا سيحدث لو فاز بالرئاسة هذا المرشح او ذاك في ظل سيطرة خامنائي ومؤسساته وانصاره على مفاصل الدولة محمد جمال العربية